جهازك المناعي هو خط دفاعك الأول ضد الأمراض وفي ظل تفاش فيروس كورونا في أنحاء العالم يؤكد الأطباء أن الحفاظ على جهاز المناعة وتقويته هو السلاح الأقوى الأطباء أشاروا إلى أن النظام الغذائي له تأثير كبير على جهاز المناعة فأنت وفقا لما تأكل إما تحفظ منعتك أو تؤدي إلى تدهورها وبالتالي فإنه على الرغم من أن الغذاء السليم لا يمنع العدوى بفيروس كورونا فهو يقوي جهاز المناعة بحيث يصبح أكثر قدرة على التصدي للفيروسات والتغلب عليها حالة ما كانت من غزو أجسامنا ويوضح الأطباء أن تقوية جهاز المناعة لمجابات فيروس كورونا يمكن أن تكون من خلال تناول أنظمة غذائية تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة والاهتمام بالأطعمات الغنية بالفيتامينات إلى جانب أهمية شرب الماء باستمرار كما شددوا على ضرورة طهي الطعام بالطرق الصحية والابتعاد عن الأغذيات المصنعة واعتبرت صحيفة يو اس نيوز تودي الأمريكية النظام الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط الذي يرتكز على الفواكه والخضروات والدهون الصحية واللحوم الخالية من الدهون هو الأفضل في العالم لكن على الرغم من ذلك فإن المواطنين بالشرق الأوسط يحتاجون تحسين عادتهم اليومية والإكثار من الرياضة والاهتمام كذلك بطرق الطهي الصحية أما في أوروبا فعلى الرغم من أن الشائع بين الأوروبيين اتباع الأنظمة الصحية التي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة مثل الرياضة والالتزام بموعيد النوم وتناول الطعام الصحي تشير بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والطعام المقلي والإكثار من الحلويات جمعها عوامل تؤدي إلى ضعف المناعة